شكرا سيد الرئيس الذي كان موسعا وحضره حوالي 18 قائد سياسي من الأحزاب الثلاث بكل بصفته وكل بتمتيليته داخل القيادات الحزبية إضافة نريد أن أشكر كذلك للإخوة الصحفيين والصحفيات الذين أحضروا معنا في مقر الحزب الأصالة والمعاصلة وبالمناسبة كانت هذه الفرصة لنفتتح هذا المقر الجديد الذي أصبح المقر الرسمي لحزب الأصالة والمعاصلة على مستوى القيادة فكان هذا اللقاء وهذا التواصل الخطوة الأولى داخل هذا المقر الذي أنا متأكد سيشهده خطوات أخرى إيجابية ولقاءات أكثر إيجابية لما فيه مصلحة البلد سيد رئيسنا أشكركم أولاً سيد رئيس الحكومة أشكركم أولاً لأنكم وضبطم على احترام مواعيد لقاءات أغلبية وهذا يفسير هذا الانسجام الحكومي الموجود الناتج عن هذا الحوار الذي لا ينقطع والذي لا يستمر حوار فيه نقاشات كبيرة فيه نقاشات عميقة نتفق في بكتين من الأحيان نختلف كذلك في بعض من الأحيان ولكننا في آخر المطاف نتضامن كأضائل للحكومة ونتحمل مسؤوليتنا بشكل مشترك وإدارتكم لهذا النقاش أعطانا دفعة قوية مع أريحية الأخ نزار بركة وقيادته كذلك وقيادتكم وقيادتنا هذا النقاش الذي كان واضحاً وصريحاً والذي سيؤهل هذه الحكومة لتلعب دوراً أكبر لفائدة المواطن المسألة الثانية الأخرى أريد أن أهنيكم ومن خلالكم أريد أن أهني الشعب المغربي بالقيادة جلالة المالك في إدارة الملف مع جارتنا إسبانيا والذي أكد من جديد أنه بعد الملف الألماني حققنا انتصارات أخرى على الملف الإسباني ولكن تلك الانتصارات التي تستهدف التعاون المشترك والحفاظ على السلم والأمن دوليين وخدمة الشعوب الصديقة والجارة والقريبة منا وهذا يعبر عن مدى الدكاء السياسي الجماعي الذي يتسمون بعين المغاربة بقيادة جلالة المالك لإيجاد حلولي لكل القضايا والأزمات بشكل استناداً على الحوار واستناداً على التبادل الرأي والرأي الآخر المسألة الأخرى التي نريد أن أكد فيها هو أنه نحن حكومة شخصياً كنت خائفاً من هذه الأزمة الآتيتي ليس من كوفيد ولكن كذلك من الأحداث التي تتعرفها المجتمع الدولي والذي أكدنا فيها موقفنا الصارح والواضح مع احترامنا للوحدة الترابية لكل الدول وكذلك على الحوار بين الدول لحل مشاكلها وقلنا أن هذه الأزمة ستنعكس بشكل السلبي ولكن العمل الذي قدمته الحكومة وتحملت فيه الحكومة عبءاً مالياً كبيراً للتخفيف من هذا التأثير السلبي وما زالت الحكومة تتحمل عبءاً تؤكده من جديد مدى متانة اقتصادنا ومدى قدرتنا على مواجهة التحديات ومواجهة جل المشاكل الدولية وتأثيرها على الطراب الوطني نحن مقبلون على دورة برلمانية جديدة وأنا متأكد بأن الدورة ستكون دورة تشريعية بامتياز دورة تشريعية بامتياز لأننا سنناقش في القوانين وكذلك أكدنا على السادر البرلماني بضرورة فتح الحوار والنقاش السياسي داخل البرلمان وأننا مستعدون لفتح هذا النقاش والتوسع فيه وتبادل الرأي باحترام مبادئ الديمقراطية والاختلاف الرأي والاحترام المتبادل لا نريد في النقاشنا لا نريد أن يكون البرلمان مصرحا لبعض المواجهات اللفظية أو النقاشات ولكن نريد أن يكون نقاشا سياسيا لفائدة المواطن نقاشا سياسيا للقضايا التي تهم المواطن نقاشا سياسيا لجميع القضايا التي تطرحها المواطن على ممتل الأمة والتي للممتل الأمة الحق والمسؤولية والواجب في إطارتها وإحالتها وطرحها على السادة الوزراء وسنكون منفتحين وسنكون مهيئون للمناقشات وكذلك لتمرير مجموعة من القوانين أو للبت في مجموعة من القوانين الشرعية التي نحتاجها والتي نعتبرها منطلقا للإصلاحات السياسية والمؤسستية داخل هذا البلد المشكلة الوحيدة التي نملكها في الحكومة هو مشكلة الوقت سيد الرئيس نريد أن نحقق كثير من الإنجازات لنفذ التزاماتنا والتي لحد الآن ما زلنا نحترم التوقيت لها بالنسبة للبرنامج الحكومي ولكن كنا نريد أن نقدم أكثر وهناك ضغط الوقت هناك ضغط الوضع الدولي هناك ضغط الأسعار على المستوى الدولي كل هذا يحاول أن يفرمي لهذا التوجهنا ولكن نحن في الحكومة قررنا أن ندخل في تحدي كبير وهي نريد أن نحول هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مدلة لتطوير اقتصادنا ولتحقيقة من المكتسبات الأزمة ليست كلها سلبية هناك أزمات تفرض علينا أن نبحث عن حلول وأن نبحث عن أجوبة وتجعلنا نتطور وننمي بلادنا وأعتقد أن هذه الإمكانية متوفرة جدا والآن نحن نتعامل معها لذلك نحن فتحنا أبوابنا لكل المستثمرين فتحنا أبوابنا على كل من يريد أن يأتي إلى المغرب المغرب بلد مستقل مسلم بلد كذلك فيه كثير فيه السلم الاجتماعي كما فيه السلم الأمني ولذلك نحن منشرحين جدا لعذا الوضوء وعلينا كحكومة أن نشرف على عملية تطوير كثير من البرامج التثمارية في المغرب رمضان مبارك ومن خلالكم نريد أن أجلش المغربي كله نتمنى أن هذا رمضان أن يكون خيرا على الأمة الإسلامية ككل وكذلك بمناسبة رمضان لا بد أن نؤكد أننا أحزاب تشتغل في ظل التوابط وفي ظل هذه التوابط سنستمر لأنها التي ستمكننا من النجاح وستمكن وحدتنا الوطنية من التحقق وستمكننا كشعب من تجاوز جميع المطبات وجميع الأزمات شكرا لكم سيد رئيس شكرا لكم